ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية أنا بك معنا رامي في أول تفاعل بينهما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء ناتنياهو يعني يجري اتصالا هاتفيا مع تزايد حدة الصراع في قطاع غزة ما تفاصيل هذا الاتصال الذي وصفه ناتنياهو بأنه صريح للغاية مرحبا مونة بالفعل يعني إذا كنا استمعنا منذ أوائل هذا الشهر للتسريب الذي خرج عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء خطاب حالة الاتحاد وكان يتحدث مع أحد مسؤولي إدارته وقال له أنني سيكون لمكالمة هاتفية مع ناتنياهو وستكون صريحة وجد يبدو أنه صدق بالفعل هذا الذي اعتبر وقتها تسريبا لكنه أصبح الآن حقيقة هذه كانت مكالمة بالفعل شديدة الصراحة وشديدة الجدية وعبرت فيها الولايات المتحدة وعبر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه ومخاوف بلاده من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة في الحقيقة أبرز ما اتفق عليه في هذه المكالمة أو المحادثة الهاتفية هو أن بايدن طلب من ناتنياهو أن يرسل إليه عددا من المسؤولين الإسرائيليين أو وفدا من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن سيصل قريبا حتى يجلس هذا الوفد مع مسؤولين أمريكيين وتستطيع الولايات المتحدة أن تخبر هذا الوفد بمخاوفها من هذه العملية العسكرية هذه العملية العسكرية كما شرح جيك سوليفن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في الإجازة الصحفية منذ قليل هناك عدة عوامل تجعل الولايات المتحدة تخشى هذه العملية ولديها مخاوف منها أولها وجود أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني موجودون مدنيون في هذا المكان ولا مكان آخر يذهبون إليه ولم تضع إسرائيل خطة حتى الآن لإجلائهم هذا أيضا ما قاله جيك سوليفن أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن خطة لا للولايات المتحدة ولا للعالم تشرح فيها كيف سيتم إجلاء هؤلاء المدنيين وكيف سيتم دعمهم خلال العمليات القتالية أو العملية العسكرية التي من المحتمل أن تجري في رفع وهذا ما أكد عليه سوليفن أن مصر هي الأخرى عبرت عن قلقية بشأن يعني إذا ما قامت إسرائيل بهذه العملية العسكرية يا رومي صحيح مونة هذا ما كنت سأقوله توا الأمر الثالث هو أن رفح كما قال جيك سوليفن رفح على الحدود المصرية وقريبة جدا من الحدود المصرية ومصر عبرت عن مخاوفها من قبل بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة وقال أيضا جيك سوليفن أن هذا قد يهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية مستقبلا وأن مصر أيضا قلق من هذا الأمر فكل هذه الظروف مجتمعة وكل هذه الأسباب مجتمعة تشكل أحد أهم مخاوف الولايات المتحدة من الصراع في غزة حتى الآن ورغم أن هناك هدفا مشتركا كما قال جيك سوليفن مستشار الأمن القومي وهو الانتصار على حركة حماس هدف مشترك أقصد هنا أمريكي إسرائيلي إلا أنه في النهاية هناك مخاوف من الإضرار بالمدنيين سواء في رفح أو حتى في مناطق أخرى في غزة وقد أتى على ذكر أن هناك آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في ذلك الصراع أكثر من كل الصراعات التي دارت في غزة مجتمعة وذلك حسب جيك سوليفن مستشار الأمن القومي نعم رامي يعني بحسب المحللين أنه هذا الاتصال جاء بعد أن صارع الجمهوريون وأيضا المسؤولون الإسرائيليون حول المآخذ في إدارة بايدن لملف غزة كيف سيكون التعامل إذن بعد أن نشرت واشنطن بوست من بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من هذا العضوان على فلسطين كان بايدن على دراية وعلى علم بمعلومات استخباراتية مؤكدة أن القوة الاحتلال تستهدف المباني وبها عدد كبير من المدنيين في الحقيقة يعني هذه ثغرة كبيرة في إدارة بايدن لهذه الحرب أو تعامل بايدن أقصد لهذه مع هذه الحرب كونه كان على علم هذا يضعه في الحقيقة تحت مترقة وسيف الصحافة الأمريكية والرأي العام الأمريكي كيف لك أن تعلم بكل هذه المعلومات ولم تتحرك تحركا استباقيا وانتظرت حتى وقعت المصيبة وسقط المدنيون وبعد أن أصبحوا ثلاثين ألفا الآن تتحدث عن الأبرياء وتتحدث عن من قتلوا هذا ما يتحدث عنه جانب طبعا من الإعلام الأمريكي الجانب غير المنحاز لإسرائيل يتحدث بهذه الطريقة في الحقيقة إدارة بايدن لهذه الحرب أو تعامل إدارة بايدن مع هذه الحرب يثير الكثير من علامات الاستفهام هي الآن تحاول أن تغسل يديها من سقوط المدنيين وإسقاط إسرائيل لعدد كبير من المدنيين وقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين من خلال التحدث مثل هذه التصريحات يعني اليوم تكرر نفس التصريح مرتين من الخارجية الأمريكية ومن البيت الأبيض وهو أن هناك عددا كبيرا من الفلسطينيين قتلوا في هذا الصراع وأن عددا كبيرا أيضا يموت جوعا بسبب نقص دخول المساعدات ولكن ليس هناك اعتراف واحد بأن إسرائيل هي السبب في ذلك بشكرك شكرا جزيلا من واشنطن رامي جبر مراسل القائرة الإخبارية شكرا جزيلا لك